هنروح لكرة السلة سيدات خلاص برضو دي من الفرح احنا قلنا عندنا كرة اليد رجال كرة السلة رجال كرة السلة سيدات كرة اليد رجال اخر مباراة جمعة كرة السلة رجال عندهم البال البسكتبول افريكا الليج هتلاعب الاسبوع اللي جاي من 24 ل 1 وبعد ما يرجعوا ده البسكتبول الرجال بعد ما يرجعوا يوم 6 اول مباراة في البلاي اوف المتأهل من مباراة الاتحاد وسبورتيك اللي هتأهل منهم هيبقى اول مباراة لينا في البستو فايف هيبقى يوم 6, 8, 10, 12, 14 ده بالنسبة للسلة الرجال هنروح للسيدات السيدات كرة السلام عندهم شبال عندهم شبدوت أفريقيا ما لعبوهاش تلعبت في الأول وهي شكل تقليدي بتاعي الزمان يعني عندهم البست أوف فايف هيلعبوها مع نادي سبورتين احنا أبطال الكاس وخدناها من سبورتين ممورة وحيدة النهاردة هنلعب بست أوف فايف مع سبورتين كابتن طريق خيري يعني خلاص رفع التركيز لأقصى معدلاته وبدأ ينزل بالحمل البدني عشان خلاص يوم الحد اللي جاي أول مباراة في البست أوف فايف لهذا الفريق هنلعب الحد 3, 5, 7, 2 ده لو رحنا لمباراة رابعة أو خمسة المتشاطة هتتلعب على مجمع الدكتور حسن مصطفى في 6 أكتوبر وهتبقى زي ما قلت لحضراتكم حد 3, 5, 7, 2 واربع يعني يفاصل يوم بين كل مباراة والتانية فرقيتنا تأهلت للفاينال ده من خلال الفوزة على هليوبلس وسبورتنج تأهل نتيجة على حساب الجزيرة وطبعا المباراة دي هيبقى اللي يفوز ب3 مباراة وده الأول مرة الأولى بالمناسبة يتعمل في السيدات بست أوف 5 كان دايما بتبقى بست أوف 3 النهاردة عامل بست أوف 5 الحقيقة اللي عنده بينش كويس بتكرر هو اللي بيقدر يوصل للنهاية مطشط الزمالك اللي شفناها في الرجال كانت الأخي المباراة يعني المطشط ماشي أكوال فالنهاردة اللي ادك الأفضلية ناحل بدنية وطول الوقت اللي أنت محتاج فرقة لشكوات بتاعها كبير كل الكلام ده أو كل اللي أنا بقوله ده هيخلص مع 14 ست هيكون آخر مطش للرجال أو مفروض يكون آخر مطش قد يكون يوم 12 آخر مطش و بعد كده هتتقفل الصفحة دي تماما ونهائيا ويبقى كده انتهى أو أسدل السطار على منافسات الألعاب الجماعية تماما ونتكلم بعد كده على منتخبات مصر بإذن الله الفترة اللي جاية واستعدادتها لولوبياد باريس 2024 24 لعب إن شاء الله في شهر 7 و 8 القادم بإذن الله